عقد مجلس المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية جلسته الاعتيادية برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة رئيس المجلس وقد أكد المجلس أن الإرهاب فعل مدان في الشريعة الإسلامية الغراء وفي جميع الشرائع والنظم وندد بالأعمال الإرهابية الجبانة التي وقعت في تونس وتركيا ومصر وبلجكا وباكستان داعيا إلى تعاون عالمي لمحاصرة التطرف والإرهاب وبث القيم الإنسانية السامية التي دعا إليها الدين الحنيف كما استنكر المجلس قيام إسرائيل بمصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما يؤكد من جديد عدم امتثال الكيان الإسرائيلي للمواثيق والقوانين والأعراف الدولية مناشدا جميع الدول والمنظمات المعنية وخصوصا العربية والإسلامية إلى وضع حد لهذه الاستفزازات المستمرة والانتهاكات الخطيرة إلى ذلك رفع المجلس خالص تهنيه لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة منح سموه جائزة القيادة المتميزة للعام 2016 من قبل الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتطوير وفي سياق آخر أشهد المجلس بنتائج الزيارة الناجحة لوفد مجلس الشورى المفتين لروسيا والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية برئاسة سماحة المفتي الشيخ راوي عين الدين هذا ونقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله